ليست حقنة عادية في يوم من أيام غزو فيروس كورونا المستجد نيل هو واحد من بين 45 متطوعاً للاختبارات السريرية لأول لقاح محتمل ضد كوفيد-19 قال إنه يفعل ذلك من أجل بناته كل العيون كانت على مختبر كايزر في مدينة السياطل الأمريكية حيث تجرى الاختبارات هل تنجح أم لا؟ وهل ستكون الولايات المتحدة كما يأمل الرئيس ترامب أول بلد ينتج علاجاً لما اعتبرتها منظمة الصحة العالمية أسوأ أزمة في هذا العصر حتى إذا نجحت الاختبارات ينبغي الانتظار شهوراً قبل استخدام اللقاح سأل صحفي الرئيس ترامب هل هذا أمر طبيعي حتى منتصف الصيف؟ كان الجواب سنرى ماذا سيحدث لكنهم يقولون بحلول أغسطس أو يوليو وقد يكون أبعد من ذلك تصريحات مدير المعهد القومي الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتي كانت أدق توفير اللقاح سيكون خلال سنة ونصف على أبعد تقدير وفي إطار حالة الاستنفار التي تعيشها شركات الأدوية عبر العالم أجزت الصين إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كوفيد 19 يقود فريق الباحثين عالم من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في البلاد بالنظر لشروط السلامة المطلوبة قبل إنتاج أي لقاح في المسألة تتطلب وقتاً وخلال ذلك الوقت البشرية دون استثناء مهددة بالإصابة بالفيروس المعضي سريع الانتشار ربما بريق الأمل الوحيد حتى اللحظة هو ما وصلت إليه شركة جيليات ساينسز قد يكون لقاح الرمدي سيفير الذي أنتجته استخدم لمعالجة بعض المرضى في الصين أول ما سيطرح في الأسواق هو حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية النهائية في آسيا وفي ألمانيا تصر الحكومة على أنها لن تسمح للرئيس ترامب بجذب شركة كيورفاك التي تعمل أيضاً على إيجاد اللقاح الأكثر انتظاراً على وجه الكرة الأرضية عشرات المختبارة في آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا تتقاسم هذه الفترة مصطلحاً واحداً فيروس كوفيد 19 فيروس علق حركة الطيران في العالم وأغلق الحدود بين الدول وجمد الحياة الطبيعية في عشرات المدن والعواصم الكبرى وكشف عن هششة أنظمة صحية ويهدد يوماً بعد يوم الاقتصاد العالمي بالركود العلاج من كورونا قد لا يكون فقط داخل المختبرات العلمية فما فعله بالإنسان وحضارته يدفع إلى إعادة النظر في كل شيء من الطب إلى السياسة مروراً بمفهوم الإنسانية